موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة التي نبدأ فيها دائما في يوم الجمعة المبارك بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي عليك في الأولين اللهم صلي عليك في الآخرين اللهم صلي عليك في السابقين اللهم صلي عليك في اللاحقين اللهم صلي عليك في كل وقت وحين اللهم صلي عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة دائمة باقية خالدة أبدا كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على نبينا الكريم صلاة تشفى بها الأمراض ويرحم بها الأموات وتغفر بها الذنوب ويحفظ بها الأبناء ويرحم بها الآباء وتحفظ بها البلاد اللهم صل على نبينا الكريم صلاة تنر بها بيوتنا وعقولنا وقلوبنا صلاة المحبة والإخلاص واليقين صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا صاحب الشفاعة يا حامل اللواء يوم القيامة يا صاحب خير بضاعة اللهم صل عليك وعلى آلك وأصحابك وعلى عطرتك الطيبة الطهرة اللهم صل على كل من صل على رسول الله اللهم صل على كل من أحب رسول الله اللهم صل على كل من تقرب إلى رسول الله اللهم صل على كل من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد حقيقة طبعا الحلقة دي هي حوار مفتوح معاكم زي احنا بقلنا كذا حلقة كده فتحنا معاكم التليفونات والمكالمات بس قبل ما اخد التليفونات والمكالمات انا عاوز ايه اوجب معاكم كده ايه واجب لطيف جدا وهو طبعا انا عاوز اقول انه جريدة اللواء الاسلامي عاملة شغل جامد قوي انا متشكر جدا والف الف شكر لهذه الضربات المتواليات اللي بتعملها الجريدة برئاسة تحليل استاذ عبد المعطي عمران وكل الطقم الموجود وكل الناس المخلصين الذين احسابهم كذلك لانه فعلا بتوالي اسقاط الاقنعة عن الادعياء اسقاط الاقنعة عن الادعياء دي مهمة احنا اتأخرنا فيها خلينا نتكلم بصراحة وكان موضوع في منتهى الاهمية والخطورة يعني الحقيقة طبعا انا بالمنشطة العريض كتبين كده بعد بحيري النائب العام يحيل ميزو النائب العام مش شيخ الازهر مش الازهر النائب العام عشان محدش يحمل الازهر لا ده النائب العام يحيل ميزو لان الدولة بتهمة الفسق وازدراء الاديان ده اللي اتنشر في جريدة اللي هو الاسلامي وده كلام خطير جدا لانه انه فيه بلاغ للنائب العام امر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد ميزو الذي يتهم فيه بيهانة مؤسسة الازهر والتحريض على الفسق والفجور وازدراء الدين الاسلامي وذكر البلاغ النميزو تطاول على الثوابت الدينية وشكك في الثوابت الامة واسائل الازهر والقامات الدينية الكبيرة وان الجريمة التي ارتكبها كذا وكذا وكذا الحقيقة طبعا انا ما زلت بقول انه مش النائب العام اللي حيحللنا مشاكل الادعياء هو الادعياء هم بيواجهوا بالحوار ويواجهوا بالنقاش انا اخر واحد ممكن اتمنى ان حد يتحبس او يسجن ولا نتمنى ذلك على الاطلاق انما الحقيقة لازم ما نسمحش بتطاول على ثوابت الدين ما نسمحش بي ان احنا نسب ونشتم ما نسمحش ان واحد يدعو بناتنا واولادنا الى الزنا ويقول ما فيش حاجة اسمها زنا الخمر مش حرام ما عرفش ايه الحقيقة طبعا الكلام ده كان في منتهى الخطورة وفي منتهى الاسفاف يعني لكن عموما هو ده مهم جدا بتمرس الجريدة بانها بتوالي الحديث لكن مش كل واحد بناخد منه موقف يعني في واحد بناخد منه موقف يكون عفوي واحد منه يعني فالمطرب شعبان عبدالرحيم كان لبس العمامة الازهرية وقعد يقرأ القرآن بشكل كوميدي وجنب منه شيخ متهتك هذا الشيخ المتهتك كان قاعد عمال يعني يشجعه على هذا الكلام شيخ مقرأ يعني فالحياة طبعا الاتهتك ده تأدى الى ايه؟ أدى الى انه الرأي العام حصل له حالة من حالات الغضب للقرآن وقداسة القرآن وهذا الزي الأزهري المفروض انه له احترامه ولو وقاره واتربين على انه هذا الزي الأزهري لا يليق بافعال يفعلها عوام الناس او احد الناس انما الحقيقة اللي احنا لحظناه ان العمامة دي تم الاعتداء عليها وده اللي طلبناه قلنا انه ارتداء العمامة دي لازم يجرم زي ما بيجرم الزي العسكري تماما لو واحد اه لو واحد لابس لبس جيش او لابس لبس شرطة وهو مش منتمل للمؤسسة العسكرية دي محاكمة عسكرية انا الحقيقة الزي الأزهري او الزي الديني ده المفروض انه يكله احترامه علشان حالة التخبط والبلبلة لانه لوحظ ان بعض الجهاد اهو ناس بتطلع الزي دوت وبتتهكم بي وبيعملوا بيه مسخرة وعرفنا موضوع شعبان عبد الرحيم الرجل اعتذر وبكع الهوى وفضيلة الامام الاكبر مشكورا جزاه الله خيرا في خطوة محترمة جدا اه اه قررت الشؤون القانونية بالازهر التنازل عن بلاغها ضد شعبان عبد الرحيم ده سلوك اه الكبار سلوك ناس قويمة الراجل اه يعني تصرف هذا التصرف وهو مش مدرك لابعاده واعتذر موضوع انتهى خلاص عفى الله عما سلف فالحقيقة كان عظيم جدا انه هذا القرار انه اللي عمله الفضيلة الامام الاكبر واستنكرت نقابة القراء ولابد ان يحاسب المقرئ اللي كان معاه لانه هو ده المفروض انه هو فاهم هذا اللي تبنقول شعبان عبد الرحيم ما هواش عارف احكام القرآن ويترفق به الجميع انما الراجل المقرئ هذا ده لازم يحاسب لازم يشتب من نقابة القراء احتراما لهذه العمام انا بقول الكلام ده لانه لوحظ ان العمامة بتستغل استغلال في نوع من انواع السخرية والتطاول لدرجة انه حتى كان فيه برنامج كوميدي اتقدم في رمضان اللي فاته اللي قابله تقريبا الراجل المقزون بيعمله مقلب في واحدة ان جزها تجاوز عليها وشايف زفت جزها فتقوم فييجي المقزون ولابس الزي الازهاري طبعا ومعاه الدفتر فست مغضبة ست في حالة لا شعورية بتروح ضرب الشيخ الشيخ بيقع وزي العمه بتقع وبيدوسه على الشيخ بالاحذية كلام مهين جدا وكلام المفروض ان الازهر يطالب وبنطالب السادة الكرام النواب بارجاع الاحترام والوقار الى هذه العمامة مرة ثانية بتوجيه المجتمع اولا وان يكون الشيخ نفسهم قدوة ادي رقم اتنين رقم تلاتة بسلطة القانون المنظم لهذه المسألة سبق وقبل كده قلنا برضو انه كان فيه راجل نصاب جاي فجئنا به ان جاي في مؤتمر الارهاب اللي اتعمل من سنتين اتنين في الازهر على هامش المؤتمر او داخل المؤتمر واحد دعي من استراليا اسمه مصطفى راشد مصطفى راشد جاي ولبس زي الازهاري العمامة برضو ده راجل عزموه في الازهر عشان يحضر مؤتمر الارهاب يعني راجل له حيسية الراجل قدم نفسه على انه حاجة ما شاء الله دكتوراه في الشريعة ودكتوراه في الكذا وكذا 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 الحياة طبعا مش هقولك ان انا مخبر ولا ان انا عندي بضرب الوضع لكن احنا كمشايخ زي الاطباء كده الاطباء لما بيلقوا واحد نصاب بيعرفوا لغته من خلال نطقل المصطلحات الطبية بيعرفوا انه نصاب فيعلى طول الراجل شفته كان مع الاستاذ محمد الغطي على الهواء جايبه ده مفتي استراليا ومش مفتي استراليا الراجل ده غريب الشكل ده مين ده ده مفتي سيدني امام مسجد سيدني في استراليا انا فكر كواس جدا الحيسية اللي تم تقديمه فيها الراجل طلع بيقول ان الخمر حلال ولا يوجد نص على تحريم الخمر المهم طبعا افهمه ما فهموش والدكتور الشحات الجندي على الهواء يفهمه عضو مجمع البحثة اسلامية وعضو ايد كبر عمائي فهمه ما فهموش استحالة الراجل مش فاهم لا لغة ولا قرآن ولا حديث الراجل مش عارف انت اي حاجة وبيدعي انه معه دكتوراه فطبعا اعداء الاسلام لقيتهم محتفلين بيه اوي انه عالم ازهاري معاه الدكتوراه يكتشف انه الحجاب مش فريدة والازهر يقرر رسالة الدكتوران الحجاب مش فريدة ام محمد معانا على الخط بس لو سمعت خلي ام محمد معانا اما خلص بس الكلام ده يا مخرجنا العظيم بعد اذنك اعتذلنا لام محمد لانه عندنا قضية دفاع عن سيدنا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم تمام فالحية طبعا موضوع خطير موضوع ما يتسكتش عليه قلت له لا اندخلت قلت له على فكرة انا مش بكفرك انت منتاش كافر بس انت نصاب على الهوى في البرنامج بتاع الاستاذ الغيط قلت له لا انا انا قلت له انت تحت امرك بس انا متأكد وبقول هذا الكلام والله انا ما كنت عرفه معرفة شخصية بس الكلام اللي بقوله ده ما يقولوش الا واحد نصاب اللي بيقول ان الخمر حلال او بيقول انه لازم يكون نصاب مش ممكن لانه حاجة ده فيه اجماع من الامة لا يقبل مجال الشك اللي حرمت الخمر الا انه في جريدة اللي هو الاسلامي ها الحقيقة فجئت بالصفحة 6 العدد الاخير دوت اللي فيها برضو كلام مهم جدا في العدد دوت الاخير دوت اه صفحة 6 هذه حقيقة المأجور مصطفى راشد اهو اللي انا قلته على الهوى طلع كلام صح هذه حقيقة المأجور مصطفى راشد الراجل اللي كل شوية نطلك في برنامج من البرامج وعمال يشتم يدخل على الدكتور عبدالله النجار يتطول عليه يدخل على الدكتور اه يتطول عليه يعني تطول على دكاترة كتار جدا وتطول وشتم وعمل وقال لك وانا عندي وقال لك بيش حاجة اسمها البخاري والبخاري ده مخطوط والبخاري ده كنعمة وما كانش بيعرف اللغة العربية اه مين اللي كاتب الموضوع دوت الدكتور الشيخ طياج الدين الهلالي مفتي استراليا السابق بيقول ايه اه وقدم نفسه المشاهدين على انه الشيخ الاستاذ مصطفى راشد وزعم انه حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه والشريعة من كلية الشريعة فرعبانها وانه امام اكبر مسجد بمدينة سدن باستراليا وانه عضو نقابة المحامين وسفير السلام العلامي لدى الامم المتحدة ورئيس منظمة الضمير العلامي يشوفك كم كان تايتل وكل ده نصب تصور كل اللي نقولته لكم ده الرجل كذاب ونصب وبيطلع على الاعلام دي مسئولية مين بقى مسئولية مقدم البرامج اللي بيطلعوا للناس يدلسوا بيه على الناس وبعد البحث والتحري والتحقيق اعلن انا العبد الفقير تاج الدين الهلال للاسترالي الجنسية من اصل مصري واشرف بخدمة الدعوة لما يناهز خمسة وخمسين عاما منها سبعة وثلاثين عام في مدينة سيدني وشغلت منصب الافتاء للقارة الاسترالية منذ عام تسعة وتمانين والمدة خمسة عشر عاما متواصلة اؤكد على الحقائق التالية اولا ان هذا المدعو مصطفى راشد لم يقم بعمل الدعوة او الامامة في اي مسجد في سيدني في استراليا اتنين لقد اصدرت كولية الشريعة بمدينة بنها خطابا على استفسار من دار الافتاء المصرية تؤكد فيه كذب وافتراء هذا الدعي وانه لم يكن من طلابها ولم يحصل على اي شهادة علمية منها ما كانش من طلابها اصلا مش تقول لدكتوراه دا ما عداش على شارع الاظهر دا ما عداش على شارع الاظهر عارف شارع الاظهر دا ما عداش حتى على شارع الاظهر تمان لذا نؤكد من واقع المعلومات الميدانية والموثقة ان هذا المأجور مستخدم ومستأجر من قبل احد الدوائر الصهيونية التي تتخفى وراء احدى الكنائس في استراليا حيث يقوم الدعي المذكور بالقاء دروس الاحد بولاية ساسمينيا الاسترالية وهي مدينة نائية يوجد بها بضع عشرات من المسلمين وابلغ دليل على جهل كذا وكذا مفاجأة خطيرة جدا الراجل دا مأجور تبع بعض الجهات التبشيرية بعض الجهات التبشيرية وجايبي يدعي انه شيخ في الازهر والمصيبة انه الازهر عزم الزايف ومؤتمر الارهاب انا اطالب فضيلة الامام الاكبر بمحاسبة اللي قامه بتوجيه الدعوة لي لان دا يدل على انه هذا الرجل ما كان يجب انه يطأ برجله يعني نصب على الازهر باختصار شديد الكارسة انه لابس لبسي ازهري الكارسة انه دلس على الناس الكارسة انه بعض الناس ستدقوه المفاجأة بقى هي اللقطة الكوميدية ومدتها دقيقة بس استمتعوا بيها عشان تعرفوا مين مصطفى راشد وبعدي الفيديو بقى هناخد بقى التليفوناتكم ونتكلم مع بعض في اي اسئلة او خاجة بس انا وعدتكم انه انه مقطع يدحككم ويبسطكم لمصطفى راشد نفسه بركزوا في اللي قالوا واللي عملوا ابننا محمود داود ربنا يبارك فيه على المجهود اللي عملوا وردوا عليه وخلينا نشوف صحيح البخاري لو كان موجودا اللي هو ينسب لجمعة اللي هو ينسب لجمعة ابو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري المولود بمدينة بخارة لا والله جهبز من الجهبزة هو دا اللي بيفتي بيقولك ان القرآن محرمش الخمرة ولا الاسلام حرم الخمرة بيقولك صحيح البخاري المنسوب لجمعة محمد ابن اسماعيل البخاري جمعة؟ جمعة اتنين؟ جمعة اتنين ما تروحوا تعلموا اعرفتونا والله تعطونا بجهلكم مش عارف دا جهل ولا دا نسميه ايه بالزبط المفروض يا جماعة ان الكتاب مكتوب عليه جمعة هو محمد ابن اسماعيل البخاري جمعة وليس جمعة لكن هو دا اللي بيفتي في الدين هو دا اللي البحيري وامثالي يطلع لك الدين مش ملكك من حق الكل يتكلم فيه ماشي الدين للجميع الدين لله هو نؤمن او يؤمن به الجميع ولكن خليك على دراية باللي انت بتقوله ما تسلمش ودنك لوحد زي دا مش عارف حتى يقرأ عنوان الكتاب ويجي يفتي في الدين اخشفتوا الاكتشاف دا بالله عليكم انا حاسس بيكم فعلا بجد بتتحكوا قد ايه الراجل قرأ كلمة جامعاه محمد ابن اسقاب وعبد الله محمد ابن اسماعيل كتقرأها ازاي جمعة طلع ان اللي عمل ايه البخاري جمعة طلع اخر اخر صبري اخر صبري واخر صبرك واحد معمم وبيقولك ان اللي جامع البخاري اسم البخاري اسمه ايه عم الشيخ قالك البخاري اسمه جمعة ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل وطلع ان هي جامعه اظن دي وصلت الى درجة المسخرة يعني لا يمكن ابدا ابدا انسان بهذا الشكل وبهذا الفكر يعني ده الراجل مش عارف يقرأ اسم مؤلف الكتاب اسم جامع الكتاب اسم صاحب الكتاب يقولك جمعة وجاي بيقول ويجادل الفضلاء العلماء وينكر مع علماء من الدين بالضرورة ويتطاول على ده وتطاول على ده احنا الحقيقة انا شايف ان فيه صحوة للالتفات الى الادعياء وانا شايف ان الازهر بدأ يرد وبدأ يتحرك وبدأ يواجه لان سكوت الازهر الحقيقة مش مناسب لانه لما الازهر بيسكت الناس بتظن ان هؤلاء الادعياء كلامهم حقيقي والناس مستطاء والناس معذورين ولما الازهر يتكلم انت بتلاحظ ايه الجوقة الجوقة اللي هي بتاعة المسيلم الكذاب والذين معه بيحاولوا باي طريقة ان هم يقولك ايه الحق محاكم التفتيش الحق الارهاب الحق الازهر الازهر لابي عنده محاكم تفتيش ولا لين علاقة باي حاجة بهذه الامور من قريب او من بعيد انما هي المشكلة الاساسية اللي احنا بنعاني منها هي ان فيه ناس ما هيش عارفة ان فيه خطة ممنهجة لتشويه الاسلام ولتشويه المسلمين يلا بقى ناخد ابو محمد اللي احنا اتظهرنا لها في بداية المكالمة بعد ما اتحكنا وانبسطنا معانا محمد ومحمد اتفضلي يا سيد محمد علو ايوة السلام عليكم عليكم السلام مالفضل لك انا عايزة استفسر بس احنا عندنا تربة تعيلة تربة كبيرة فدي كانت عايزة تتصلح فوالدي قبل ما يموت اشترى تربة تانية الاحتمال برضو على بلدي ما تتصلح الله اعلم يعني فهو اتوسع واتدفن في التربة الجديدة بس التربة صغيرة زي لحدة كده بعد ما صلحنا التربة الكبيرة نقلنا والدي في تربة العيلة فالتربة الصغيرة دي مش هتنفع حتى لو تدفن فيها واحد اتنين مش ما تنفعش يعني لو واحد بس فنقلنا والدي في التربة الكبيرة وبقنا التربة الصغيرة وقسمنا علينا احنا اخواتنا الاخوات يعني قسمنا تمن التربة الصغيرة دي هل تمن التربة الصغيرة ممكن يعني قصتي عايزة اقول ايه حرام ان احنا ننصرف منها ولا ننصدق بيها ولا لو انا عملت الابني مثلا منها عملية اخويا صرف منها على مصارف المدرس بتاعته ولاده الحل فيها ايه شكرا لك يا بنت ولا حلال مش عارف انا ان شاء الله ارد على حضرتك وعلى الله قصده السبيل ربنا سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدر واسر لامري المقبرة زيها زي اي ممتلكات عقارية الانسان بيمتلكها زيها زي البيت يعني بقت لها ملكية خاصة نظمها المجتمع ونظم مسألة امتلاك الناس لهذه الاعيان المسمى بالمقابر وبناء عليه حضرتك هذه المقبرة التي تم بايعها تحولت الى تاركة تقصم حسب الانصبة الشرعية زي منتو عملتو بالظبط بقيت المسألة الثالثة هل يجوز الانتفاع بثمانها نعم هذا مال اصبح ملكا لك لكن الحق انك تعملي لابنك العملية الجراحية اللي عاوز تعمليها عاوزة تعتمري منه او تحجي او تصرفيه على طعام وشراب ده ملكك الخاص والحيال اللي تصرف اللي انتو تصرفته تصرف عادي خالص ولا يحمل اي دلالة خارجة عن الكتاب والسنة ده بالنسبة لسؤال اختنا ام محمد تمام الحقيقة طبعا نشوف بقى في الاسئلة كثيرة جدا جات لنا عن الموقع في الفيسبوك لازم ان احنا نجاوب عليها ولازم ان احنا اا يعني انا انا عندي سؤال او في عدة اسئلة بيدور تعليقها حوالين الحدث مبارح الحقيقة في الهرم الحدث مبارح في الهرم اا الناس في حالة سخطه في حالة غضب وفي حالة مهيدي نتيجة طبيعية جماعة للتجارة بالدين دي نتيجة طبيعية لوجود حد بيتجرب الدين اللي بيحصل اي مكان شوفوا اي مكان يحصل فيه استخدام للدين لغير ما انزل الله لازم تحصل كارثة اي واحد يستخدم الدين علشان يبيعلك علبة صلصة علبة تونة اعرف ان علبة التونة دي مغشوشة طالما بيبيعهالك بالدين اي واحد عاوز يبيعلك القلم الجافدة بالدين يقولك فيه اية او حديث اعرف انه عاوز يسكك سكى عمرك مع تطلع منه اي واحد عاوز يضحك عليك باي مهنة باي مهنة في الهندسة في الطب في الزراعة في في السياسة ويقولك اية او حديث يبقى ناوي يخلي للتكسودة اي واحد يخلي الدين الدين ده علاقة بينك وبين الله عز وجل انما علشان تقدم لي طبق الفول تقول كل من طيبات ما رزقناكم تسئيني كباية العصير تقول وثقهم ربهم شرابا طهورا تخيط لي جلبية تقول لي وكل شي انفصلناه تفصيلة لحد ما سواء المقرباص يكتب على عربيته يا ابني اركب معنا ولا تكم مع الكافرين كل الكلام ده اعرف ان دي ناس بتسخر من القرآن دي ناس بتهزأ بالدين دي ناس بتستخدم الدين وسيلة او مطية ان الحكم الا لله الحكم الاسلامي الشرع الاسلامي البلد الاسلامي الدين الاسلامي ربنا يفرج عننا كل الدول المنطقة اللي بيحصل فيها بسبب تجار الدين هي الصور التلاتين يونيا كانت للتصدي لتجارة الدين للتصدي للناس اللي بتستخدم الدين للوصول الى كرسي الحق هي دي الحقيقة حنقعد نزخرف الكلام ونزركش الكلام يا جماعة الدين بينتهك لما بيستخدم لغير ما أنزله الله نشوف معنا خالد أهلا وسهلا خالد معنا الأستاذة فاطمة فاطمة معنا أهل وسلام عليكم وعليكم السلام أهل وسلام عليكم عليكم السلام ممكن توتط تلفزيون يا فاطمة فاطمة قلت التلفزيون الله يبارك لك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك دلوقتي عندي سؤال أنا بحترم رأي حضرتك جدا يعني وبعتزي به فحضرتك أنا كان زوجة وفا من سنة وكان هو في مستشفى وتحط في التلاجة فترة يعني لغاية ما يجيب تصريح الوفاة وكده فحضرتك أنا وابني دخلنا عليه قبلناه يعني طلعونا من التلاجة بسته أنا وابني فبيقولوني حرام أنت بتحرام عليه أنت بتحرام عليه بعد ما توفى فعازة بس شرعية الموضوع ده أنا أنا افتكت ده أولا حرام ولا حلال ولا إيه ناحت أمر حضرتك الحياة من الأخطاء الشائعة اللي عندنا في مصر هنا أنه بمجرد وفاة الزوج بيمنعه الزوجة أنها تخش عليه ليقول لك خلاص أنت بقيت محرام عليه يعني محرام عليه يعني 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 عقد الجواز انتهى خلاص لا ده حضرتك هي بتورس لو كانت محرامة عليه ما ينفعش تورسه لو كانت يا حجاج يا ناس يا ستتنا يا أباءنا يا أهلينا لو كانت الست محرامة عليه ما كانش ينفع تورسه بعد ما المرحومة مات لا هي فيش حاجة اسمها محرامة عليه لا هي أرمالته كانت مراته بقت أرمالته لكن هل يجوز للأرمالة اسمعوا المعلومة الغريبة دي هل يجوز للمرأة أنها تغسل جزها نعم يجوز للمرأة أن تغسل زوجها يا خبرة بيت أي بعد ما ماته طب اسمع المعلومة دي بقى هل يجوز للراجل أن يغسل مراته اللي ماتت اسمعوا المعلومة دي وهي مفاجأة نعم يجوز للرجل أن يغسل زوجتها ممكن تستغربوا جدا وتندهشوا انا عاوز اشان اقضي على الاندهاج ده حضرتكم اللي غسل مين ستنا فاطمة مين اللي غسل ستنا فاطمة زوجها رضي الله عنها وارضي الله عنه ارضها سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ارضها هو الذي قام بغسل ستنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضهم اجمعين يعني معنى ذلك انه المعلومة اللي عندنا دي معلومة غلط شائعة عند الناس لكن بقيت محرمة عليه الأمر بقى التاني تقبيل المتوفى تقبيل المتوفى ده ايه تقبيل المتوفى تصوروا بقى ان تقبيل المتوفى ده سنة سنة عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وسنة عن أمهات المؤمنين ايه رأي حضراتكم ازاي كلام ده شوفوا حضراتكم اشهر قبلات للوداع عندنا في الاسلام لما ودع ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم ولده ابراهيم اللي ورد أنه قبله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عيني وقال له تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب وإن على فراقق يا إبراهيم لمحزنون والنبي عليه الصلاة والسلام لما آخر آخر لحظة من حياته آخر لحظة من حياته قبلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه يعني في رواية واضحة جدا السيدة عائشة آخر شيء عملته والنبي بطالع في الروح قبلته صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أم المؤمنين عائشة عليه وهو متوفى وقالت له تب تحيا وميتا يا رسول الله وفعل ذلك الصديق أبو بكر الخلاصة يا سيد فاطمة أنت ما فعلتش شيء مخالف أنت فعلتش شيء مسنون ربنا يتقبل منك وناخد ستنا الكريمة أم أنس السلام عليكم عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله يا بركاته ربنا يعزك وخليك ربنا يبارك لك يا رب أنا بحترم أي حضرتك والله عشان كده اتصلت بحضرتك ربنا يغفر لنا ولك يا رب الله يخافك أنا دلوقتي يعني أهلك جوزي بحشين جدا والله يفير نعم فمهما ما عمل معهم كل شيء كويس هما بيردوا بالإسانة نعم يعني على العموم هو شكل السؤال واضح من أول معانا الأستاذة عواطف أهلا بيك يا بنتي عواطف طيب الفصل عندنا يبقى الخط نشوف أهم حاجة عندنا حكاية ده سؤال متكرر دايما بيجي لي وكل واحد عندكو على فكرة فعلته في نفس الشيء في ناس بتودهم ما بيودكش في رسلة رحم انت بتوصلها وهي ما بتتوصلش يعني كتير منكم سمعني أكيد فيه قريب معينة انت روحت لهم وهم ما دخلوش بيتك ولا مر الكلام ده بيحصل معانا كلنا كلنا ذلك الشخص بنقول إيه بنلتمس العذر الغيرنا وبنقول ظروفهم الله يسعيدهم عليه إنما واحد اتصل بي قال لي أنا قررت أقاطع أخويا وعمري ما حروح له قلت له ليه قال لي علشان بقالت تسع سنين بروح له بيته ما دخلش بيتي مرة أنا بشاهد حضرتك يا شيخ أنا مش حروح له تاني انت رأيك إيه قلت له رأيي اسمعوا الرد دوت بقى عشان ده رد إيه أعتقد إنه رد جالي كده من عند ربنا رد مفحد قلت له اسمع ياعمل حاج قال لي نعم قلت له اللي عايز ربنا يروح له يعني أنت لما بتزور أريبك أو بتزور رحمك أنت بتشتغل لحسابك ولا لحسابهم لحسابك الخاص ولذلك ربنا بيقول أما علمت أنك لو زرته لو وجدتني عنده أنت رايح لربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ينسأ يعني يؤخر ويبارك له في رزقه فليصل رحمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام فأنا بس عاوزك تاخد بالك من حتة دي من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه في جيزة للي يعمل كذا والله اللي محتاجة جيزة دي رح له كونك حتبص للتاني حيعطلك نشرحها تاني بس نشوف أمو محمد معنا على الخط أهلا بك يا أمو محمد تفضلي نعم عليكم السلام لو سمحت شخيلي تدي السؤال تفضلي أنا عندي عمتي متوسية أه حضر السماني أنا حضر وكان لها مبلغ عندي ناس نعم سلسينهم منها فهما جابونا المبلغ دوت هي لها أخوات تانيين بس هما يعني ما كانوا على علاقة بيها يعني مش حلوة مش مش كويسين معاها فالمهم المبلغ دوتش معيها معنا فهل المبلغ دوت لازم يتفرق عليهم على أخواتها كلهم ولا ده ممكن إن إحنا نعمل لها هي صدقة جارية لنفسها تمام يا بنتي قد ترخيرك على سؤالك وشكرا جزيلا لي قبل ما نجاوب على سؤال محمد عاوز أكمل الحتة بتاعتواصل الرحل دي عشان كلنا ملططين في الموضوع أو كلنا في نفس الشخص يعني وسؤالهم وكل الأسئلة واجيها وعلى رأسنا من فوق أنا عاوز أقول إيه لو تعالن لو في جايزة لو في جايزة لو أنت راح الحج سهلة لو أنا راح الحج ولقيت أخويا بيقول لي لا أنا مش عاوز أرحج مش عاوز أحج أقوم أنا أسيب الحج عشان أخويا مش عاوز أحج لو أنت راح أتحجي وحدة صحبتك قيدلك أنا مش عاوز أحج تقومي تسيب الفريضة طب أنت أي ما تصلي وحدة جارتك قيدلك لا أنا مش هصلي تقولي ولا أنا ومين سمعك يلا ينفع سلة الرحم كده سلة الرحم دي فريضة من الله بعض الناس فاكر إن سلة الرحم سنة للأسف الشديد أنا عاوز أضح لكم إنها فريضة سلة الرحم فريضة قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم وربنا بيقولوا عزتي وجلالي من وصلك وصلت ومن قطعك قطعتم فأنت بتعمل الصح بس ما لكش دعوة بغيرك هو أطعك ما أطعكش نفذ ما نفذش فأنا بقول لبنتنا أم أنس أهل زوجك دول هم الوسيلة الوحيدة لسعادتك الزوجية استحملي أزاهم واستحملي ضررهم إلا لو بقى فيه ضرر لا يحتمل في الحالة دي بنقول لك لا ضرر ولا ضرر بيضربوا وبيسرقوا وبيشتموا الأخر الكلام ناخد ولاء معنا أهلا بك يا ولاء ولاء عليكم السلام أنا كان عندي استفسار بس آآ عن المراس فضلي أنا كنت يعني كان بابا توفى من فترة وكان عمامي مش عايزين يدونا المراس وكده نعم فأنا عايز أعرف ده يعني عقابه إيه عند ربنا أو جزاء الظالم جزاء الظالم عند ربنا والمظلوم برضو يعمل إيه لو هو مش قادر ياخد حقه وفيه معلش نقف طول على حضرتك فيه نقطة تانية أنا والدي يحفظ للقرآن كله وكان على طول بيسمع قرآن باستمرار يعني وكده ومربينا على القرآن الله أكبر فكان أي مشكلة بتحصل لنا أو حاجة كان بيظهر على بيظهر على الصبانة مكان الصبون بتظهر كلمة الله فأي مشكلة أي حاجة بتحصل لنا كنا نلاقيها ومرة برضو كانت كتب بالدم يعني بابا كانت عور وكانت كتب بالدم مكانه في المستشفى اكتب كلمة الله فهل دي لها تفسير أو حاجة احنا دايما يعني بنارى قرآن وذكرين لله يعني والحمد لله وكما تمام تمام شكرا والسؤال مهم على فكرة جدا جدا وحيفتح لنا أبواب كتيرة جدا من الاستفسارات لها متعلقات كتيرة حنتكلم عنها دلوقتي إنما طبعا أم محمد بتقول عمتي توفت وكان عندها مال المال ده اللي استلمناه لكن فيه ناس ما كانوش بيودوا اوعوا تتخذوا التاركة وسيلة تأديب وإصلاح تاني اوعوا تتخذوا التاركة وسيلة تهزيب وإصلاح يعني لا 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 الودة ما يورس ليه عصد الودة كانت تعب المرحوم قبل ما يموت اوعوا لإن اللي بيقسم التاركة مش أنا وانتو اللي بيقسم التاركة هو رب العالمين سبحانه وتعالى فحضراتكم بتتدخلوا في شغل ربنا ما هو ربنا لو ما كانش يريد انه يرزقه ما كانش اداله نصيب من المراص يقوم ربنا يدي له نصيب غير مقيد بسلوك أو بأخلاقيات تقوم انت حضرتك تروح داخل في الموضوع وتقول لا 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 معلش يا ربنا ده مش واخد وده ياخد وده ياخد لا ليس من حقيقهم والمال ده امانة في رقابتكم لازم يتوزع حسب الانصيبة الشرعية كلام في مطال وضوح بالنسبة للولاء بتقول اعمامها منعوا المراص الحقيقة الحقيقة دي من الظواهر الموجودة عندنا بالذات في الريف المصري وفي الصعيد ما نقولش لا لا موجودة وإحنا شفناها والتليفونات بتجينا ليه نهار بعض الاسر في الصعيد وبعض الاسر في الفلاحين الارياف بيعملوا هذا الكلام انا عاوز اقول للجميع انه التعاطف والشفقة الوحدها ما تنفعش دلوقتي الحمد لله صدر قانون قانون بيجرم منع التاركة عن مستحقيها الحمد لله يعني بعد ما ندينا مرارا وتكرارا وعدنا نهاتي بفضل الله صدر قانون ووقعه رئيس الجامهورية بانه اللي يمنع مراص عن زويه بيدخل السجن وبيتحول الى الجناية الى الاخرى هذه العقوبات المنصوصة عليها بقى انا كنت اقارتها على الهواء مباشرة فبنتي اعمامك اكله مراص على طول بلغه فيه النيابة الحزبية على طول تبلغه وهذا البلاغ بيتم تنفيذه بقوة القانون لان الحقيقة ده اكل مال بالباطل انما عقبهم ايه عند الله شوف بقى دوليتامة ربنا بيعبر تعبير انا التعبير ده يقشعر منه البدن وتتزلزل له النفوس ربنا بقول ان الذين يأكلون اموال اليتامة ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انا بس عاوز اقول لكل واحد واكل مراص حد الفهنة وشف عليك انت اكلت جهنم انت بتاكل سعير انت بتاكل حميم انت بتاكل غسلين انت بتاكل ذقوم وغير كده وحدو نار جهنم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم مين معنا استاذ احمد اهلا بيك احمد عبدالعزيز صالح اهلا بيك استاذ احمد نعم وط التلفزيون خالص تمام كده اسمعك بقى تفضل يا احمد بيك انا اسف يا فنجم للغاجة على راسك انا عندي 69 سنة الله يخليك لينا وعندي اربع تلت بنات وولد نعم وط التلفزيون يا عم احمد يا استاذنا اتفو التلفزيون يا احمد بيه عشان خطري عشان خطري ربنا يخليك وط التلفزيون وكلمنا انا انت تسكت انت انا زعلان انا كان نفس اسمعه رجل جميل طيب معانا ام ايمان على ما احمد يصلح الموضوع عنده ام ايمان السلام عليكم عليكم السلام يا بنتي اه حضرك بس كنت عايز اسأل انا عندي وديعة فيبنك انا عندي الزوج وعندي بنتين وبنتيني يعني مش محتاجين الفلوس وسألتهم يعني هل انت ملا بعد وفاتي انا هتحتاجوا الفلوسي او المبلغ ده فقالولي لا انا عندي ستة وخمسين سنة فانا بربي بنتين اولاد اخويا بنتين صغيرين اخويا فقير يعني ومش قادر ان هو يربيهم فانا قلت ان انا ههيب لهم المبلغ ده وحدهولهم تماما فهل مثلا ده انا بجور على حق الاخواتي انه هو بعد وفاتي هيورسوني في المال دوا وانا استأذنتهم وقالولي لا بس انا اخشى ان مثلا بعد الوفاء النفوس بتتغير حلو حضرتك حضرتك انت استأذنت اخواتك وقلت لهم انك هتتصرفي كده اه بعد وفاتي ان انتم مش يعني اخواتي كلهم انا للبنتين الصغيرين دول انا بربيهم انا بربيهم اساسا انا اخوي ايه موجود وكل حاجة بصم معي انا بربيهم اه لانه هو مش هيقدر يكفلهم او يعني على قد ممكن اسألك سؤال يا ام ام اي مؤمن تفضل ليه مش بتربطي الفلوس دي تبقى سامي ولا البنتين دولت من دلوقتي من دلوقتي انا جيت اربطهم قالوا لي لازم يكون الاب موجود وانا اخشى ان ابوهم يصرفهم لان هو هو اخويا هو بتاع البنك بس مش واخد باله اه هو بتاع البنك مش عارف شغله كويس قال لي لازم الأب هو وصي عليهم لأن هم صغيرين أنا بشرح لك أهو أنا ممكن أحط فلوس بإسم أي حد وبأنا الواصي عليه على الفلوس دي لحد ما يابله بإسم أي حد كده واضح؟ يعني ممكن بنتي الكبيرة مثلا لا البنتين حضرتك تروحي بنك تاني رحي بنك تاني فيه موظف شاطر قولي له أنا عاوز أحط الفلوس دي تبقى وصيتي يبقى فلان الفلان دوت بحيث أن بعد وفاتي انتقل أو بلغهم سن 21 سنة يستلمر فلوس وخلاص بطهت القص إيه رأي حضرتك؟ سهلة طي فدا كله نيجي بال بقيت سؤال ولا اللي سألته وهو اللي تكتب أنا بس عاوز أقول أم إيمان أي واحد عاوز يدي أي حد فلوس وهو عايش ما عندناش مانع إنما يكتب وصية بعد موته لا ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بقول لا وصيتها لوارث البعض أجازها بموافقة باقي آه الورصة لا بس طبعا خلينا مع الحديث النبوي عندك الرأيين اتنين لا وصيتها لوارث أديني بنصح النصيحة هو فلما يكونوا عندك وارث أصلا انت متعملوش وصية أو ما المخصوص عاوز حضرتك تكرمو ادي له حال حياتك وانت عايش زي ما انت عاوز كل وعد حر في ماله برضو فيها رأيين علشان نكون أمين ودي أمانة وحضراتكم تاخدو حظكم أصلا أنا كمان قطعت عهد على نفسي قلت لهم يا جماعة اللي الآن بغلط في الفتوى على الهوى ما يرحمنيش يعني لازم يواجهني وما يردش في التليفون ما يقوليش في التليفون يا شخارد انت قلت كذا ده غلط لا على الهوى لأن الغلط العلني ما يصلحوش التصحيح السري ما ينفعش الغلط العلني لازم يصلحه علني ما ينفعش في السر بيني وبينك محمد معانا أهلا بيك يا محمد محمد أهلا بيك يا أستاذ محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا يوقع تقولي زيك يا فادلت الشيخ معاني محمد من مصروح أهلا بيك يا محمد معرفة فضل أنا كنت ساكن في بيت والدتي نعم السور ماشي كنت ساكن في بيت والدتي اه تمام وقت التلفزيون يا محمد خالص وقتك رشوني من البيت البيت بتاعي طبعا اه تمام والدتي وفقت طبعا الكلام دوت وسترهم البيت ومشيت وهم دلوقتي والدتي عايزاني أرجع البيت ويكتبوني نص البيت باسمه ما رأي السيادة شكرا لك يا محمد معانا الأستاذ عيدة السلام عليكم عليكم السلام يا بنتي ربنا يعزك الله يبارك فيك يا تب الله يفعلك أنا عندي والد توفى وصاب لنا مراس كبير بس للأسف عندي أخواتي تمانية كانوا تسعة واحد فيهم توفى السبيان تلاتة مفيش واحد فيهم عايز يتحرك ويجيب لنا حقنا إلى جانب أن كل واحد فيهم قال أنا ما ديش أخوات ومش عايز أعرف حد واحد منهم حتى عز في بيت تاني وقال أنا مش مش عايز أخوات ومش عايز أعرف حد ولما رحت أنا وأختي بنتين نروح عشان نجيب الورث بتاعنا من البلد ونجيب حاجتنا راح متصل بيهم وقال لهم أحدش عملهم حاجة لغاية ما أرجع أو لغاية ما أجيلكم أنا وأبويا دلوقتي بقاله أكتر من تسع سنين متوفي وإحنا مش عارفين يطول ولا تعريفة ولا والمرس والورثة عندنا كتير جدا والناس واضينه يعني أرضي بتأجر وبيت كان شريحه وتهد وورث جدير مش عارفين يطول أي حاجة ولا واحد من الصبيان عارف واحد فيهم التاني السواري يقول لي أنا أخو الحق زي زي البنات أنا مليش جاعة ومش رايح في حتة ومش أدور على حتة مدام عاية إحنا محتاجين يا شيخ لما نجأتيش لمحامي ليه؟ ما فيش محامي عايزي هم ما بدونوش توكيل قال لي لازل تجيب التوكيلات لا حضرتك فيما يخصك مش فيه علام مراسة يا حاجة عايدة أيو عملتي علام مراسة أيو وحضرتك تقدر تعمل التوكيل فيما يخصك للحصول على مراسك عن طريق محامي في خمس دقائق بس مش محتاجين باقي الورثة أقول لك تاني أقول لك تاني حضرتك دلوقتي أنت تمن ورثة أيو أنت يخصك من موضوع ده 200 سهم مثلا المتين سهم دون الحصول عليهم عن طريق القضاء في منتهى ليسر والسهولة بتروح تعملي توكيل لمحامي توكيل عام قضايا التوكيل المحامي بيرفع دعوة في النيابة الحزبية عشان يرد لك حقك والممتنع حيدخل السجن الممتنع حيدخل السجن كده واضحة الممتنع ده بنص القانون خلاص ده بقى فيه قانون فالمحاميين يقدروا يجبوا لك الموضوع ده والحمد لله عندنا محاميين شرفاء وشكرا لكي ولازم حضرتك تبقى عارفة أنه ما فيش حق بيضيع أنت بس ما أنتش عارف حقوقك إيه أنا بقول لكل واحد عنده قضية مشاعف المرس بيجبوا عليها حاجة اسمها سبر وتقسيم أو حاجة اسمها تجنيب وتقسيم حاجة في القانون كده هم عارفينها بقى يروح مقسم حقك وقادي حقك هاي ده كلام ده بالقانون المحكمة بتجيب بتطلع خبير وبيروح حاسب انتليكي إيراتين ثلاثة أربعة خمسة وبيروح مسلم هملك بنص القانون قادي سكر الملكية بتاعك اهو فيش أي حد يقدر يواجه القانون القانون القضاء هو عنوان الحكم عنوان الحقيقة أظن ندي سهلة نيجي بقى الكلام بتاع ولاء ده مهم جدا عبوها كان حافظ القرآن الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه إنما بيلقوا على الصبانة لا إله إلا الله وبيه اللي معرفش إيه كلام ده كلام حلو بس الكلام ده انتوا بتلاحظون هو خارق لقوانين الطبيعة ما تنتظرش حاجة من الاتنين الكلام اللي سمعناه من ولاء ده إزاي المكتوب بالدم معرفش إيه مكتوب بالصابون معرفش إيه خدوا بالكم بقى حاجة من الاتنين يا الكلام ده وهم يا إما شافوه فعلا خدوا بالكم من الكلام يا إما وهم يا إما شافوه فعلا لو افترضنا إنه وهم يبقى ما فيش مشكلة إحنا لو قعدنا في ليلة صيف كده قعدنا نتفرج على الصحاب بنلاقي إيه صحابة على شكل إرد وصحابة على شكل غزال وصحابة على شكل دب أنت بخيالك بتتخيل الصحاب بالشكل اللي أنت عاوزه حاضر حناخد فاصل حاضر ورغاوة الصابون بتاخد فيها نفس الشيء بتشوف الأشكال رغاوة الصابون بنفس الشيء وبتلاقي أي حاجة اضلق زيت على الأرض حيعمل أشكال كل واحد اللي شايفها غداي نصور واللي شايفها معرفش إيه فعندنا في حالة إيمانية معانا لما يكون الواحد مؤمن يعني وطقي بيشوف في بطن السمكة لا إله إلا الله بيشوف مكرونية مكتوب عليها لحول القوة إلا بالله بيشوف بطن السمكة لا إله إلا محمد رسول الله كل واحد حر فيه تخيلاته طب لو كان حقيقة يبقى إيه أقول لكم بعد الفاصل إن شاء الله ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية وربنا يا ربي بارك لنا في الوقت النهاردة توصوا بينا وحيتوصوا بينا في قناة الحياة بناء على طلب السادة المشاهدين الحياة في رسال كتيرة جت لنا على الوقت سوى جت لنا على الفيس وهم مشكورين نتطورونا الوقت شوية الجزاهم الله خيرا أنا بس عاوز أفكركم بأنه الحلقة التالتة من فصول كتاب ابطال الطلاق الشافوي لفقه الأمة الدكتور سعد الهلالي اللي اتنشرت النهاردة في العدد اللي نزل اللي هو الإسلامي للناس اللي امتبع الكتاب وكانت عاوزة تقتني الكتاب الكتاب بيتنشر بالكامل الصفحة الأخيرة من الجورنان اللي هو الإسلامي موجود العدد وشوف كاتب كده المنشطة بتاعه ده العدد الجزء التالت من الكتابه أصح أشكال صيغة طلاق استخراج وثيقة طلاق رسمية معتمدة من الجهات المعنية يعني هو بيكلم عن الصيغة اللي بتجوز مع عقد رسمي فغياب النية مع قول الزوج الرجل لزوجاتي أن تطالق طلاق صريح في المزاهب الأربعة إذا تحققت سائره شروطه الطلاق بالتوكيل أو بالتوفيد مرفوض عند بعض الفقهاء مثل الظهار والعان والحلف طلاق الغضبان يقع حسب نوع الغضب عندما يذهب الغضب العقل لا يقع الطلاق بلا نزاع فكلام ده كله للطلاق الشفوي فهو هنا بيوضح أن الطلاق الشفوي ليه ما نقدرش نعتمد عليه زي ما قلت لكم كده في اللي طلق أميراته خمس طلقات ومقراته راح أدار الفاتوى زي ما قلت لكم الراجل المحامي اللي اسمه أسام عبد المحسن اللي اتصل بي وقال لي أنه فيه راجل أعمال كبير مات ولقى تمن وصائق زواج تمن زوجات جايين يورسوا لأنه كان بيطلق شفوي بس فبيطلق شفوي ففي الوثيقة الرسمية بتقول أنه فيه جواز نرجع مرجوعنا للسؤال اللي أنا سيبته قبل الفصل عشان ما ننسهوش وده مهم في غاية الأهمية إيه هو السؤال إنه لو أنت شفت شيء خارق للعادة شيء غير ما غير ما زي الأشكال اللي احنا بنتخيلها في السحاب وفي رغاو الصبون وفي الأرض أحنا بنتخيل حاجات كتيرة جداً يعني أكيد وبالذات لو الإنسان في حالة نعاس أو الدنيا ظلمة أو بتاع بيفضل يتخيل حسب العقل الباطن بقى بيتصور حاجات طب لو ما كانش التخيل دوت موجود وكانت حقيقة لو اللي انت شايفه ده حقيقة تصور إنه حتى لو انت اللي يشايفه ده قدامك حقيقة وهو ملوش تفسير علمي يعني لا يخضع تفسير علمي لكن ممكن يبقى خداع خداع في سحري قدام منك الخيوة تقول لي انت مش تقول فيه سحر السحر نوعين اتنين السحر الناتج عن خفة اليد ويدخل فيه الوسائل الكيميائية زي ما وردتكم الرجل أبو قطة دوت كان بيدحك على الناس ازاي وبيجيب نواب مجلس الشعب يروح حطت بتاع الكابرتات الصيديوم وهذه مادة بتروح تشتعل أول ما تشوف النار أول ما تشوف الأكسجين لوحدها كده فكان أبو قطة ده يروح جايب كابرتات الصيديوم ويقولك بس أنا بحرق العفاريت والله وحيات ربنا أنا بحرق العفاريت وروح جايب تشت وطبعا نواب المجلس فيهم ناس مثقفة وفيهم ناس ثقافتهم محدودة احنا بننتخبهم عشان ناس نضاف وناس لهم نشاط سياسي إنما مش لازم يكون عنده علم وملم فييجي حد من هؤلاء النواب ينخدع في هذا الرجل أبو قطة وييجي أبو قطة يضحك عليه ويقوله إيه إنه أنا حرقت الجن وأنا أصلانا عندي سر حياتي النبي يا شيخ بيقولك أصلانا عندي سر يعني أنا عاوز أقولك إيه يعني عنده اللي مش عند النبي يعني هو معنى كلامه إنه عنده اللي مش عند النبي ما نسبت لكم سؤال لو أنتوا فاكرين آخر الحلقة الإذبوع اللي فات بس يا رب تفتكروها معايا الآن القرآنية بتقول إيه قل أوحيا إليا ده بيقول قل مين لسيدنا محمد أنا بتكلم عن سيدنا مين سيدنا محمد يعني الكلام دلوقتي عن مين عن سيد الأولين والآخرين عن أفضل خلق الله عن إمام الأنبياء عن قضوة الأولياء صح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربنا يقول قل أوحيا إليا أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا حيل يعني سيدنا النبي عرف إن في جن وقفين يسمعوه ولا معرفش معرفش أم العرف منين عن طريق الوحد يبقى النبي لوحده كده شاف الجن كان عنده سر ما حصلش النبي محمد ما كانش عنده سر ما شافش الجن كده ورح إيه قل ده ربنا يقول قل أوحيا إليا أنه استمع نفره من الجن يعني النبي عرف إن كان في جن عن طريق إيه سيدنا جبريل يقوم بقطة يفاهم يفاهمك إن هو معانا مجدي أهلا بيك يا مجدي مجدي يا دكتور عاشق خالص زيك السلام عليكم الأول عليكم السلام يا أستاذ مجدي أه بقول لحضرتك دلوقتي أنا عندي أنا عندي حماية متوفة وحماتي متوفة بس حمااتي الأول وثابت دهب وليها شقة باسمها ودلوقتي الإخوات في بينهم وبين بعض أربع تلتة إخوات مشاكل وفي بنتين الكبار دلوقتي مش عارفين نقسم العملاء دي واحدة منهم واحد منهم أخذ شقة أبوه اللي كان هات فيها هو أمه وبح وأخذ فلوسها والشقة التانية مقفولة وفاضية لحد النهاردة الدهب معايا هم كانوا أمنوني عليه لحدا ما يفصلوا بينهم من بعض بحيث سينا كلهم تمام فدلوقتي أنا بقى الست ميتها بقى لها جلوقتي لأخلف سنة ونص والدهب معايا والشقة مقوفة وورا الشقة معايا والإخوات واحدة عاوزة تاخد الشقة والباقية والدهب والتاني أخذ الشقة والولد والبنتين التالين ما ياخدوش حاجة تمام من حوالي شهر كده تقريبا جت أختهم اللي هي الوسطانية عاوزة تاخد من كل واحدة خمسين ألف جنيه هي والصبيات عشان هي ما بتشتغلش وتاخد الدهب وتاخد الشقة تمام خلاص اسمع الرد حضرتك يا عم مجد أنا فهمت حوصل لك كلام مهم جدا لازم تسمعوه حد معنا التليفون قبل مفتحك ع البحر حفتح الرابع دلوقتي مين معنا جيهان أيوة يا شيخ فضالي يا شيخ فضالي يا جيهان لو سمعت أنا بس زوج توفع وسب لي بنتين وبعد كده لقيت العيلة كلها اللي هم قريبين لأنه جوزي بن عمتي فما حدش عايزة يعرفني ولا حد يعرف يعرف ولادي وبيعملون وما عاملة وحشة ولا يعزمون على أفراح ولا يتام ولا ما يتم ولا أي حاجة ليس عارف ربنا حكم وإذكر حاضر يا بنتي حاضر شكرا جزيلا ليك ما لاحظتوش حاجة من الأسئلة أيها السادة المشاهدون هقول لكم تاني ما لاحظتوش حاجة سؤال جيهان جوزها مات وعندها بنتين والأهل أهل المنزوج ما أطعنهم الأستاذ مجدي عنده تاركة عاوز يقسمها على الورصة الورصة متشكسين مع بعض كل واحد في ناحية وكل واحد يقول لك ما ليش دعم عيدة بتقول أبويا مات واخوتي تمانية والحقيقة مش عاوزين يدوني حقي وكل واحد منعيني من أن أستلم المراث بتاعي محمد بيقول أنا عاوزين أنا تردوني من البيت وأنا أخوات يرجعوني تاني وعاوزين يكتبوني نص البيت وعاوزين معرفش إيه تمام أحمد بيقول تلت بنات ولد بس معرفتش ولا كانت بتقول أعمامي منعوا المراث أم محمد بتقول عمتي متوفاة ولاها مال وكان أخواتها ما أطعنها ومش عاوزين نديهم المراث بتاعها أم أنس بتقول أهل زوجي متوفيين عجبكم اللي بيحصل في مصر عرفتم الكارسة اللي احنا فيها أما يجيلي يعني حوالي مثلا اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتنشر سؤال عشرة منهم عائلات ضربة في بعض اتنشر سؤال عشرة منهم هم أخوات متقطعين أخوات متخصمين أخوات متقاتلين بتعملوا إيه يا مشايخ بتعمل إيه يا إعلام بتعملوا إيه يا مدرسين خطب الجمعة بتعمل إيه خطب الجمعة بتعمل إيه اقفلوا المساجد لو مش قادرين تثنوها حرام عليكم اتنشر سؤال منهم عشرة اخوات واعين في بعض موارس متكلة حقوق ضائعة أرامل في الضياع سايبينهم في الشارع أولاد مش لقين حقوقهم إيه ده وعاوزين ربنا يكرمنا وعاوزين ربنا يرضى عننا أنا زعلان جدا أنا مندهش جدا الملحظ اللي أنا شايفه في منتهى القرف أنا في حالة قرف اللي مش ممكن الناس بتضرب بعض ليه هو ما فيش موت هو ما فيش آخرة هو ما فيش موعد يوم القيامة حتتقابله فيه مع الله واكلين موارس بعض واعين في بعض ومقطعين بعض ومخصمين بعض وما بتزوروش بعض حتى التليفون بتسألوني نرد على التليفون ولا ما نردش ايه اللي حصل الرحم الوحدة اللي جابت الاخوات اللي قطعين بعض دول كانت فيها ايه الدم اللي بين الاخوات حصل فيه ايه ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فانها الحالقة لا اقولوا تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين حلقا تحلقوا الدين دينكم اتحلق دينكم اتحلق عارف واحد حلق ومسك مقص بيحلق شعرك الدين اتحلق يعني ملكمش خاطر عند ربنا ملكمش مكانة عند ربنا وانتم قطعين بعض وانتم خصمين بعض وانتم حربين بعض وانتم واكلين فلوس بعض ياللي واخد الاطيان والفلوس بتاعت اليتامة حتاكلها ازاي حتقول لربنا ايه لو حصلت لك سكتة قلبية دلوقتي روحت في ستين خرارة حتقول لربنا ايه حتقول لربنا ايه وفلوس اليتامة في كارشك حتقول لربنا ايه والفلوس الامانات الهتركة الميت بيموت وربنا ما بيتقسمش الحق اول ما الميت بيموت اللي بيقسم ما بين الناس ربنا انتو معطلين حق ربنا انتو بتعتدوا على حق ربنا انتو اعتديتوا وافتريتوا على حق الله سبحانه وتعالى تضابر تخاصم تقاتل تقاطع كل دوة يرضي الله حتنفع لكوا صلاة حتنفع لكوا سيام طالبين من ربنا رزق طالبين ربنا شفاء امراض عرفتوا ايه سبب رفع البركة عرفتوا ايه سبب رفع البركة اللي حصلت وغلاء الاسعار ما تقول ليش حتقول لي ودخن في سكة الحكومة والميزان والاقتصاد والبنك المركزي وانخفاض الجنيه وارتفاع اليان وارتفاع الدولار انت مش فاهم حاجة ربنا بيقول ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم معناها ان الله لا يغيروا ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الايمان فانت غيروا الايمان من القلوب تبدلت النعم من على وجه الارض لان ميزان وجوده النعمة هو وجوده الايمان والله يا جماعة انا كنت حريص اني ما انفعلش ومطلوب مني اني ما انفعلش طبيا انما للأسف الشديد اللي بيحصل ده ما زالة مصيبة كارثة كارثة اسر معقولة عشر اسئلة من اتناشر سؤال كلهم عائلات واقع ببعض كلهم مخصمين بعض على ايه على ايه على ايه وبترجعوا تلطموا على النعوش من قيمة خمس ست ايام واحد تصل بيا الحقني مالك ابويا مات وهو غضبان علي قلت له اعملك ايه اضرط دماغك في الحيطة خلصت بح سيفني خلص ما بقاش فيه منه كل واحد راح في حاله جاي تيكلمني على ايه ابوك مات وغضبان عليك هو ده اللي احنا شاطرين فيه ضميرك صاحي دلوقت طبعا حيجي واحد من المتفيهقين المتفزلكين يا شيخ افتح له الامل يا شيخ افتح له الضمير يا شيخ ده ربنا غفور رحيم انا ما بخدش اللي من بعض الفزالكة غير كلمتين دول يا شيخ انت المفروض ان اكد بحناخد الكلمتين دول حنتنينا نقعد نخضر الناس ونرتبطب على الناس ونهشك في الناس ونحافظ على احاسيس الناس والناس طحنة بعض ومقطعة بعض وموتها بعض موتين بعض اخوات ولاد ادم ولاد حو ولاد ادم ايه ولاد ام واحدة او ابو واحد نفس الرحم ونفس هل كان مال حرام اللي تصرف هل الرجل كان ده احنا كنا في متربيين على يعني اصعب ظروف المعيشة على طبلية على بجور على بجور جاز وابور جاز ده سمعتوش عنه طبعا وابور الجاز ده حضراتكم جيل الدش جيل الفيسبوك سمعتو عن وابور الجاز اتربينا على وابور الجاز اتربينا على كانكة القهوة وعلى على الارض على الحصير انما كنا اخوات وبنحب بعض وما زلنا والحمد لله وربنا يكرم لي يكرمني في اخواتي ويخليهم لي وفي عيلتي وفي كل أسرتي ليه في دين اتربينا على قيم اتربينا ده كل المصرين كده انا مش بقول ان انا فالتة احنا الجيل بتاعي كله كده أسر بتحب بعض ما بتبعش بعض انما ايه اللي جرى ايه اللي حصل حتقابلوا ربنا تقولوا له ايه ده ربنا بيمنع الاجابة وبينزل سخته وبيمنع الخير وبيمنع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وبتتنزل اللعنات وبتحجب الاجابات وبتمنع البركات وبيحجب العمل ده الجنة الجنة حتتمنعوا منها لو استمرته على هذا الخصام انا مش بتكلم من عندي ده لازم الجنة ديت ما بيدخلهاش حد مخصم حد ونزعنا ما في صدورين من غيل يا ناس يا بتوع الغيل يا ناس اللي قلبكم ايد نار على بعضيكم يا ناس اللي مقطعين اليتامة تقطعوا يتامة تهجروا واحدة جزها ماتوا معاها لولاد يتامة حتقول انت ما تعرفش لايه ما تقعودوا سكتين محدش مننا بلا زنوب ولا معاص محدش يعمل على التاني مدرس او ولي من اولا الصالحين كلنا اصحاب خطايا كلنا اصحاب زنوب كلنا اصحاب معاصي كلنا عندنا كسور في عقولنا ونفسياتنا واعمالنا مش عايزين نعمل على بعض القدسين واصحاب المس وللعليا الدين بيضيع كلام ده ما انفعش زوروا بعض وصالحوا بعض صالحوا ربنا مش صالحوا مش تصالح قريبك صالح ربنا اسمعني بس عشان اقول لك كده انا مش مهذر صالح ربنا صالح ربنا ارقى ريبك اكسر من اخيرك ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويألفون اتقوا الله في بعضيكم لحسن ربنا يحرقنا بنار جهنم اتقوا الله كفاية الوباء والغلاء والكواء اللي احنا فيه اتقوا الله عشان ربنا يفرج عننا بدعوة مجابة ما يبقاش دنيا واخرة اتقوا الله في بعضيكم الرسول عليه الصلاة والسلام بقول ان شر الناس منزلة يوم القيامة من اتقه الناس ما خافة فحشه الرجل اللي عنده اللسان البزيء اللسان الفاحش الانسان بقلب قاسي القلوب المتحجرة الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله اتقوا الله حتتحزموا يوم القيامة اتقوا الله لانتو الرسول عليه الصلاة والسلام بقول اتدرون من اشر الناس يوم القيامة قالوا من يا رسول الله قال من نزل وحده من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده البخيل القاصي الأناني من نزل وحده ومنع ورفده وجلد عبده ثم سكت وقال أتدرون من أشر منه عارفين اللي ألعن منه مين قالوا من يا رسول الله قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة اسمعوا 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 عشان ما تجيش تقول لي أستني بحب النابي حب النابي ما لقلبي بلاش هاكس حب النابي إنك تعمل زي النابي إنما تقول لي حب النابي وإنت مخصم إخوتك حب النابي وإنت واك الأموال اليتامة زي مي بقى دي كده ورايح تصلي واتصلي جماعة أصلي فضلي أول الصف وإنت مقاطع أختك بقى لك عشر سنين يا ناس بطلوا هاكس ما تهجسوش عن كيفية هاكس يا ناس رحمونا يرحمكم ربنا يا شيوخ صح الناس بلاش فقه العبادات فقه العبادات والسواك اللي أضع لمخوكه من غير ما تود للناس الأخلاق النابي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مش إنما بعثت لأعلمكم السواك إنما بعثت لأتمم مش بستهين بالسواك عشان ما يجيش طبال يعود يزايد علينا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فين الأخلاق فين فين قال لهم ما لا يقيله عثرة ولا يقيل عثرة يعني اللي غلط فيه كأنه غلط في الله عارف غلط في البخاري ده على رأيك ما بقاش المثل ينفع ده اي صايع دلوقتي ولا تافه بيغلط في البخاري ما علينا انما لا يقيله عثرة ما بيرحمش حد الغلطان يدابح لا انا رجل عندي مواقف انا عندي ما بدي تسمع الناس بيهجس وهجس على بعض وتحس انك انت قاعد قدام عباس محمود العقاد يقول لك انا عندي مواقف انا رجل المبادئ انا لا يمكن لساني ذا يا عم يجري ده انت مرهون على ارسة نموسى ده انت مرهون على شوات برد يجيبوك زي السلسار في الارض عمال كل واحد فيه للعزة الكرامة على حساب الدين على حساب الرحم انتوا جرى ايه قلوب ملها احنا ولا عزوة سيموت كده يا اخي انا انترى كيف فعل ربك بعد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد انت مين انت مين الفرعانة اللي عندنا دي جاة ايه اللي حصل اللي جانا فين الدين اللي خلقنا الله باخلاقه كلام ماردوش ربنا ابدا يا جماعة النسبة كبيرة او يا جماعة نسبة خض يا جماعة يا جماعة النسبة خض انا بتكلم بجد ده بتوع الاجتماع لازم يشتغلوا بعشرة جنيه حتى يشتغلوا يشوفوا جداعا يا جماعة اللي بتاخدوا اجور وفلوس من الدولة يا جماعة بتوع المركز القوم البحوث الجنيا والاجتماعية المجتمع بيتفكك المجتمع بيتفكك كلام ده غلط خطر فسكة النبي كده قال لهم اتدرون من اشروا منه ده لسه قال من يا رسول الله قال من يبغض الناس ويبغضونه بيكره الناس والناس تكرهوا يا اخي ربنا يكفينا الشر انا اسف سهير يا بنتي تعالي اهلا وسهلا بيك اتفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا بنتي ايوه شك خالد لو سمحت انا عايز اسأل حضرتك سؤال في المراس نعم اتفضلي يا بنتي انا جدتي كانت مخلفة ولدين وبنت نعم اللي اتنين ماتوا في حياة عنا نعم بس واحد كان ما عندوش اولاد واحد كان مع اولاد نعم وبعدين والدتي ماتت بعديها نعم هي دلوقتي سايبة مراس والدتك اللي هي البنت البنت اه ده يتقسم ازاي لو سمحت يا شيخ تمام ماشي شكرا جزيلا لحضرتك اشكرا طبعا عندنا في القانون الاحوال الشخصية المصري عندنا حاجة اسمها الوصية الواجبة وصية الواجبة ان الولد بيورس نصيبه اللي اه لو مات جاء الابوه اللي هو الجد طب افرد بقى الولد دا كان متجاوز مخلف والولد اللي مات قبل الجد هل الاحفاد ياخدوا نصيب ابوهم ايوة احنا عندنا خدنا ده من فقه الامامية او الفقه الشيعة يعني وطبق بقانون الاحوال الشخصية سنة حاجة وخمسين وطلقاه علماء مصر بالقبول والترحاب على فقر القانون دا مطبق في ايران ومصر وتونس تقريبا فقط ربنا يفك الكربوهم في اللي هم فيه فانا عاوز اقول لحضرتك انه الولد اللي انت قلت الولدين ماتوا في حياة الجد واحد مخلف والتاني مش مخلف اللي مش مخلف ما عندناش فيه اشكال خلاص الله يرحمه مالوش نصيب هنده نصيبه المين مفيش نصيب خلاص ما هو مات انما اللي مخلف اللي مات ومخلف ولاده بياخده نصيب الاب كما لو كان الاب موجود على قيد الحياة للزكري مثل حظ الانسة يعني الاولاد بياخده نصيب يبقى الولد حياخد نصيبين والاخت او الاحفاد احفاد الولد اللي مات في حياة جده بياخده نصيبين وام حضرتك بتاخد نصيب اتنين الى واحد اول الزكري مثل حظ الانسة بالشكل دو تتقسم التاركة فنرجع مرجوعنا الى الشيء اللي انت بتشوفه ويكون خرق للعاد ليه لان ابو قطة دايما كان يقول للناس ايه في كل الى يقوله انت شفت يقوله انت شفت انت جيت انا عاوز اعاوز الفت نظركم لحاجة حاجة في المنتهى الاهمية قارتها وعجبتني اوي 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 الحقيقة ووسعت اوي هي ايه انه ال ابو قطة ده بيدعي على الشيخ الشعراء والله يرحمه في اليوم السابع نشر يقولك ايه الشيخ الشعراء كلفني باخمات حراءة بطريق العياط تمام حاجتين اتنين عاوز اقولهم له على الهوى لو الشيخ الشعراوي قال هذا الكلام ده امر يخصه وكل انسان يأخذ منه ويرد حتى الشيخ الشعراوي عاوز حاجة تاني يعني انا بس مش عاوز واحد يستخدمه الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحصل اليه عالم الامة وامام الدعاء انما زي ابو بكر الصديق وعمر ابن خطاب حضرات حضرتك كل انسان منهم يصيب ويخطئ فلو الشعراوي كلفك لو صدقت لو صدقت يبقى الكلام ما يلزنيش انا يلزني الكتاب والسنة انما لو افترضنا بقى انه كيف ينصب الى غائب قول بتتمسح في الشيخ الشعراوي وعشان كده بقول للشيوخ كل واحد يتصور جنبك يا شيخ يا اللي سمعني كل شيخ سمعني كل واحد يتصور جنبك لازم تعيد حساباتك تاني لانه هيستغل الصورة دي حيتلحها في اول الكتاب الناس تشوف يا عيني ده متصور مع الشيخ الشعراوي يبقى الرجل ده صح لان احنا شعب طيب والشيخ الشعراوي بالنسبة لنا هامة وقيمة ورمز رحمة الله عليه وغفر الله له فشوف الرجل بيتجر زي باسم الشيخ الشعراوي والله عين يا دي كسوف انا سمعتك حاضر الا اهم حاجة عندي بقى ان الدكتور احمد عمر هاشم رد يا السلام هو ده بقى عشاننا فيه ده العالم العالم لانه التاني كان عمال يطلع في كل حلقة يقولك ايه اهو فاتوا الدكتور احمد عمر هاشم اهو اسمه اسيدي في اليوم السابع الدكتور احمد عمر هاشم من جانبه اكد الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر السابق انه لم ولن يثبت قط ان الجان يستطيع ان يشعل النيران في المنازل كما يشيع بعض اهل القرى بالشرقية وغيره واضاف فيه تصريح خاص لليوم السابع انه تحدث مع مدير امن الشرقية عن سبب اشتعال النيران بعدد من منازل قرية الشرقية الشرقوية بحفظة قفرساء وقرية المنصفور بمركز داربي نجم والذي اكد له ان المباحث الجنائية لم تعلن تقريرها حتى الان وان هذا التقرير هو الذي يوضح ويثبت حقيقة هذا الامر طبعا تأخر بقى المعمل الجنائي في انه يقول الاسباب العلمية ده يفضيحة تانية يعني ده يفضيحة تانية تخص المعمل الجنائي لانه هم يعني تحس ان فيه حالة من حالات التطنيش مش هقولوا التواطئ يا سيدي التطنيش في قضية الناس كلها مولعة ويش عارف الموضوع ايه هو طبعا فيه سبب علمي بلاشت ايه بلاش نتكلم في الفتة ده ليه سبب علمي طبعا التاني بيستغل بطء الاجهزة العلمية في الدولة وبيعمل الكوارث يقولك لذلك انا انا عجبني جدا الموقف المحترم بتاع الدكتور صبر عبادة الدكتور صبر عبادة هو الرجل بيتحداه وبعط له رسالة بيقوله فيها ان انا يعني انا بقولك تعالى وشوف الكلام بنفسك قام الدكتور صبر عبادة وكيل وزارة الاوقاف رح واخد بعضه وراح رايح على ايه على القرية وراح للمسجد قال لك هو نفسه ابو قدت ده ما جاهز صلى الجمعة اساسا اتنين رفض ان هو ييجي معا الدكتور صبر عبادة والدكتور صبر عبادة قال انا اتحدى عن اهو بص اهو الدكتور صبر عبادة بقول ايه بيقول ايه بيقول الدكتور صبر عبادة بيقول انا طلبت من عبادة حضور ولكن منعوا اهل القرية منعوا اهل القرية ايه الدكتور صبر عبادة بيقول في التصريح بالنص بيقولك لما رحت معاه قلت له نعاوز احضر الحراي رفض قال لك لا انت متجيش معاه وانت بتشوف الست اللي بيطلع من جنبها النار ست فيطلع من جنبها النار اه نيجي بقى نتكلم على اللي انت بتشوفه انا ممكن اسألكم سؤال في حد فيكو يقدر يفسر يفسر اللي بيعمله ديفيد كوبرفيلد السحر الشهير اللي بيجي في العبر المشهور عالميا تمام انتوا ما دخلتوش قبل كده ما شفتوش اخش على اليوتيوب شوف ألعاب السحرة والناس قاعدة وبشوفوا الستة وبينشرها بالمنشار وبتطلع بيطلع أرانب من الطائية والرجل كل كلام ده انت بتعتقد ان الرجل ده معجن ولا معه سر زي ابو قطة هل تعتقد الرجل اللي نشر الرجل ده حتتين وكل البهوات قاعدين على المسرح المسرح فيه عشر تلاف مشاهد ويسمو ايه بيسموه ساحر هل معنى كلامنا ان الرجل ده معجن ولا دي خفة خفة يد زائد وسائل علمية احنا ما نعرفهاش وسائل علمية ويلعب كده يمسك الورق الكوتشينة كده هو ما تلاقيش في ايده حاجة ها هل هو معاه سر ولا فيه حاجات انا وانت ما نعرفهاش اشمعنا قابلنا من الناس دولة اللي هم على مستوى عالي على مستوى العالم ده ده حاجة انا مش بتكلم على حاجة لوكال ده بتكلمك على مستوى العالم اشمعنا قابلنا على مستوى العالم ان احنا نشوف حاجة مش فاهمينها وبدأنا نسقف ونسقف الرجل بيخبي الناس وبيطلع ناس وبيخبي ناس وبنوعه نسقف له واحنا مش فاهمين ازاي حصل ازاي نشر الست دي بالمنشار ازاي طلع الارنب من الطاقية ازاي عمل بالعصاية كده راح عامل المعرفش ايه مش بتشوفوا كلام ده ولا انا بخترعوا من عندي ما هو موجود وقعدين في المسرح قدام منه كلكم كده وفي السرك القومي عندنا بيحصل الكلام ده فيه صحرة فقرة كاملة اسمها فقرة الساحر وسقفنا رغم ان احنا مش فاهمين اشمعنا ده بقى اللي حنقول حاجة مش فاهمينها قولنا انه جن ليه ليه اكيد فيه سبب انا وانت مش فاهمينه عموما عايز اقول لكم على حاجة هل انت اجدع من النبي سؤال باسأله اهو سيدنا موسى نبي ولا مش نبي 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 ولا مش نبي نبي وكان جنب منه مين سيدنا هارون نبي ولا مش نبي نبي واللي اتنين واقفين لقوا الحبال والعصيان بتلعب لقوها تعابين شافوها تعابين وهو نبي مش بقول لك بقى بعض اعضاء المجلس اللي النواب اللي وقفين قال لك النواب كل ما يطلح في برنامج قال لك النواب شافوا بعينيهم فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه الى مين الى نبي سيدنا موسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعة ربنا يهدينا وهديه وهديكم انا عاوز اقول كتاب كمال اللغة القرآنية كل الشبهات اللي موجودة ضد القرآن عملها الدكتور محمد محمد داود الله يطول عمره ما شفتش في حياتي مثل هذا الكتاب كمال اللغة القرآنية جايب كل الشبهات يقول لك اصلي فيه غلط في النحو اصلي القرآن غير اتفاجات اقروا الكتاب ده كمال اللغة القرآنية بين حقائق الاعجاز واوهام الخصوم راجل مؤدب وهادي ومحترم غير المعجم الموسوع بقى اصلي كل كلمة من الالفاظ الدرجة على لسنة في اللغة العربية موسوعة كريمة راجل عالم احنا محتاجين امثال هؤلاء العلماء ربنا يا كريمك يا دكتور محمد ويجازيكم خير استمتعنا وفتحنا وفتحنا جروح كنا محتاجين نفتحها احنا فعلا يا بختي من بكاني وبك علي ولا دحكنيش ودحك الناس علي شفتوا النصاب بتاع استراليا اللي جاي يعمل عليكم شيخ وقول لك اصلي الخمر لما ربنا محرمهاش وفيش حاجة اسمها حاجات والنصاب التاني اللي تحاول على النائب العام اللي بيبيح الزنا تمام الاسمه ميزو وشفنا العائلات اللي مقاطع بعضيها وبنقول اتقوا الله فإن الله عز وجل سيحاسبكم على قطعكم للأرحام شكرا لكم شكرا لكل عالم شكرا لأظهرنا الشريف غفر الله لي ولكم ما زلت به ألسناتنا اللهم اغفر لنا اللهم اجمع شملنا اللهم وحد صفوفنا ارحم يا رب شهداءنا واحفظ مصرنا برحمتك يا رب العالمين وصلي لهم وصلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة